أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية مواصلة العمل الدبلوماسي العربي من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وضمان أن تحاسب إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها وفي الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين شدد أبو الغيط على أهمية النضال في كل المساحات الدبلوماسية والمحافل العالمية من أجل اقتناصي أفق سياسي لفلسطين المستقلة وذلك بعد أن عرف العالم كله أن الوضع القائم لم يعد قابلا للاستمرار وأن الاحتلال لا يمكن أن يكون سلميا أو حضاريا وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية في الطريق هي الطريق الوحيد للسلام في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها